اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظام الأعزل أجل الأكرام الذي إذا دعيت به على مالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسري لليسري تيسرات وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضرواء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوء وأعز الوجوء الذي عنت له الوجوء وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماء والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليلة سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهارا نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينتا ورجوما وجعلت لها مشارقا ومارب وجعلت لها مطالعا ومجارا ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابح وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تغديرها وصورتها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاءا ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرآ واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت بعبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق أمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوما فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بالعجائب في بحر سوف وعقدت ما البحر في قلب الأمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمات كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض وماربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعزل أجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كريمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخايف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بير شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآياتين عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي يقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خرى من فزعي طور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبرتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها رياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمن وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فاجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت بي عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في ساعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركتا لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهم السلام وباركتا لعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهم السلام وباركتا لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريتي وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نراه صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قديرا شهيد ثم تذكر حاجتك وتقول اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها يرؤك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخى ووسع علي من حلال رزقك واكفني معونة إنسان السوء وجار سوء وقرين سوء وسلطاني سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها يرؤك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله وانتقم لي من الشيطان الرجيم واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالديا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك وكفني مؤونة ساني ساوء وجاري ساوء وسلطاني ساوء وقريني ساوء ويومي ساوء وساعتي ساوء وانتقم لي مما يكيدني ومما يبغي علي ويريد بي وبأهلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلماً إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطفي والكرامة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى وطانم سالمين أغانمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء وبما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط بي إلا أنت أن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا رحمة رواحمين